أكد عدد من القيادات الحزبية والشبابية تأيدهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في انتخابات رأسة المقبلة وأوضح المؤيدون أن ذلك يأتي استكمالا لخطة التنمية والإنجازات التي تشهدها مصر خلال السنوات الماضية طبعا نحن ككائنات شبابية كنا موجودين أكثر من 20 كيان شباب النهاردة بيضم أكثر من 800 ألف شاب على مستوى الجمهورية من جمعية المحفظات أنا جاي من صواج مخصوص أنا ومجموعة من شبابنا من شباب المحافظة بنقول إحنا مع سيادة الرئيس ودعملين للحملة إن شاء الله اطلقت دعوة بأن مقرات حزب الأحرار الشراقيين موجودة تحت أمر لحملة المرشح السيد فخمة الرئيس عبدالفتاح السيسي وإن إحنا بأمنات المحافظات بجميع الأمنات المركزية بندعم الرئيس لأن طبيعي جدا ندعم الرجل ده في هذه المرحلة لأنه هو المصاري الطبيعي لاستكمال البنية التحتية وإتمام الإنجازات وتقوية الدولة المصرية بكل مؤسساتها الكلام اللي اسمعناه في الحملة بيقولوا أن إحنا دخلين على حملة انتخابية هي جميلة تليق بالدولة المصرية وتليق بالشعب المصري هيكون فيها تنافسية وإحنا نحب أن مرشحنا رغم الشعبية الجارفة اللي هو بيتمتع بيها والإنجازات اللي هو حققها اللي احنا عايزين يشوفه بيفوز في انتخابات نازيهة وحقيقية وده اللي يحصل إن شاء الله